السلام عليكم قصة الشاب الذي كان ينوي فعل الفاحشة لكن حدث أمر جعله يذهل ويصدم ويتراجع عن قراره يقول راوي القصة دخلت مكتبي وطرق الباب علي أحد الشباب وأجلسته وكانت علامات الحزن والتوبة بادية عليه قال لي سأخبرك بقصة توبتي قلت تفضل قال كنا مجموعة من الشباب نسافر إلى بلاد الحرام لممارسة الفاحش كنا لا نصلي نبحث عن الشهوات نصهر في المراقص ونرتكب الجرائم في إحدى الليالي عدنا إلى الشقة وذهب أصحابي للبحث عن فتيات لممارسة الفاحشة وجلست مع صديقي فحدثتني نفس الأمارة بالبحث عن فتاة فخرجت وطرقت باب إحدى الشقق فخرجت امرأة وسألتها عن حاجتي ورغبتي فقالت سأحضر لك فتاة في مبلغ كذا فوافقت وجلست أنتظر تلك الفتاة بكل شوق وتمر الدقائق كأنها ساعات وبعد نصف ساعة طرقت المرأة علي الباب وفتحت الباب ولكني تفاجأت وإذا المرأة تفكي قلت لماذا تفكين قالت أحد الساكنين في الدور العلوي مات قبل دقائق حينها توقفت وتأملت وأصابني أمر غريب أغلقت الباب جلست لوحدي واستيقظ الإيمان في قلبي وعاتبت نفسي لو أن ملك الموت قبض روحي بدل ذلك الرجل دمعت عيني وتقطع قلبي على تلك الذنوب وعدت تائبا نادمة وأرجو من الله أن يقبلني في التائبين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر